لازلنا مع حضراتكم إذن في إطار هذه الحلقة التي نقدم فيها وكالمعتاد قصص نجاح مختلفة من محافظات الجمهورية ونحن سنبقى أيضا في صعيد مصر لكننا سنعود شمالا قليلا إذ افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنسويف رفقة وفد من مؤسسة حياة كريمة مجمع المدارس بقرية الرياض الذي يضم مدارس تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي وفانوي فني بإجمالي 45 فصلا دراسيا المجمع الذي كانت كلفة إنشائه تقدر بـ 21 مليون جنيه أول مشروع يفتتح من بين مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد الزميل محمد حفيظ كالمعتاد كان هناك لرصد أجواء ومتابعة افتتاح هذا المشروع ترجمة نانسي قنقر